بعد تحذيرات المركز الوطني لمكافحة التجسس من أن روسيا والصين وإيران تستخدم وسائل تأثير سرية لترجيح كافة مرشح على حساب الآخر ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته على التصويت عبر بطاقة بريدية مشددا على أنها معرضة لعمليات تزوير واسعة النطاق كما اتهم منافسه جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما بالتقعس عن صد تدخل الروسي قبيل انتخابات 2016 لو تتذكرون لقد أبلغ الاف بي آي الرئيس أوباما بشأن التدخل الروسي في سبتمبر والانتخابات كانت في نوفمبر ثم قرر أن لا يفعل أي شيء على الإطلاق من جهته يواصل بايدن اتهام الرئيس ترامب بغض الطرف عن تجاوزات روسيا متعاهدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي دولة تحاول التأثير على العملية الديمقراطية الآن ونحن نتحدث أنهم لا يحاولون التأثير في الانتخابات العامة فحسب بل حاولوا أيضا التأثير في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي ولم يتردد المرشح الديمقراطي للرئاسة عن إعلان دعمه لمذكرة رئاسية سرية وقعها ترامب تخول الجيش الأمريكي شن هجمات إلكترونية مضادة من دون الحاجة إلى موافقة الرئيس شخصيا غير أن الجدل حول التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية لا يزال يثير حساسيات سياسية فرغم إجماع الديمقراطيين والجمهوريين على حقيقته وخطورته المتعظمة فإنهم يختلفون بشراسة حول أي مرشح تسعى القوى الأجنبية وعلى رأسها روسيا إلى تعزيز حضوضه هيشان بورار الحرة البيت العبيض